السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Profit in the World فيديو اليوم سنقوم بإثبات سحب من تطبيق Get to Cash هذا التطبيق الذي يمكنك أن تربح منه رصيد بايبال ابتداء من سفاس 2 دولار 5 دولار 10 دولار 1 دولار 25 دولار 50 دولار يتفع فقط على البايبال المفاعل ويمكنك سحب رصيد هاتف التطبيق قمنا بشرحية سابقا ووضعنا له إثبات سحب وهذا إثبات سحب رقم 3 من هذا التطبيق يعني إثبات سحب رقم 3 كما قلنا من هذا التطبيق فشكرا ل 9400 مشترك على خناتين وشكرا أيضا على دعمكم مباشرة نتجاه إلى التطبيق إخواني كيرا إذا كنت توجه الحظر في تطبيق Get to Cash Big Reward أيضا جيري وورد كل هذه التطبيقات المتشابهة كما تلاحظون والتي شرحناها يمكنك تذهب إلى Add that وتذهب إلى خيار additional seating وتقوم بدخول على data time أو الوقت وتقوم بإلغاء تفعيل كل هذه الخيارات فهم؟ ثم تذهب إلى تطبيق تعود إلى تطبيق وتدخل على التطبيق إذا تم حذرك ستنتظر 10 دقائق أو ربع ساعة بعد ذلك تدخل على التطبيق تجد أن التطبيق لا يحذرك الآن مباشرة نقوم بالعودة إلى هنا وقوم بتشغيل هذه الخيارات فهم؟ بها كذا الشكل تقوم بتفعيل هذه الخيارات الآن بعد ما تقوم بتفعيل هذه الخيارات تقوم بالعودة إلى التطبيق وتشتغل على التطبيق عادي جدا وهذه الطريقة مجربة وقمت بجريبها وقد أصبح التطبيقات لا تقوم بحذره تلاحظون لدي 12 ألف نقطة استطيع أن أسحب 1 دولار سنذهب إلى 1 دولار ونقوم بإذا طال خيار كما تلاحظون يقولي أن الصحب سيصبح خلال 7 أيام عمل سننتظر وصول الصحب ونكمل لكم هذا الفيديو وهنا قد توصلنا بالصحب على الساعة الثانية ليلا يعني في حدود الثمان ساعات تساس ساعات عشر ساعات رح ندخل على الرسالة التي وصلتني على الإيميل كما تلاحظون 1.38 دولار كندي وهنا نقوم بالتأكيد فقط على أنه من تطبيق كما تلاحظون يوم 15 مارس 2023 وهنا أيضا مباشرة رح نتجه إلى حسابي على البيبال ندخل على آخر معاملة بهذا الشكل ونرى من الداخل كما تلاحظون 1.38 هنا تاريخ وصول الصحب وهنا الشركة الخاصة بهم شركة الدفع وهي دي سي دي ميديا هنا ترانزاكشن اي دي وهنا في الملاحظات نجد أنه تطبيق جيت تو كاش وهنا القيمة الإجمالية التي وصلت وهي 1.38 دولار كندي كان هذا إثبات سحب من تطبيق جيت تو كاش الشرح المفصل ورابط التحميل وقود الحصول على هذه التسجيل تجدونها في صندوق الوصف نلتقي في فيديو قادم بإذن الله يوم سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة